بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله شلوانكم أعزائنا طلاب المرحلة الثانية إن شاء الله يارب تكونون بخير إن شاء الله اليوم نشرح اليونت الثاني من مادة تصوت طبعا المرحلة الثانية إن شاء الله تكون هذه المحاضرة الأولى طبعا عدنا بالصفحة الأولى من اليونت الثاني اللي عنوانه طبعا The Production of Speech Sounds اللي راح يناقش هذا الفصل طبعا عملية إنتاج الأصوات والأعضاء النطق المشتركة بالأصوات طبعا ورح نتعرف على أعضاء النطق وكيفية مشاركتها بإنتاج هذه الأصوات فعدنا طبعا هنا أول موضوع اللي هو في اثنين واحد اللي هو Articulators Above the Lyrinx Articulators اللي هي أعضاء النطق الموجودة فوق الحنجرة طبعا بهذا الرسم التوضيحي عندنا هاي منطقة اللي هي الحنجرة هذه الأعضاء النطق اللي نقصدها الموجودة في منطقة فوق منطقة الحنجرة اللي يضم طبعا الفيرنكس طبعا هاي كلش مهمة التأشيرات وهذا الرسم التوضيحي اللي هو البلعوم وعندي كذلك منطقة هذه الأورال كافيتي اللي هي الفم أو التجويف الفموي نسميها الأورال كافيتي يقصد بها هذه المنطقة نسميها الفم اللي هي مقصود بها الموث أو التجويف الفموي الاسم العلمي لها طبعا هاي التسميات كلش مهمة بالنسبة للأورال كافيتي ايش راح الضوم راح الضوم أول شي سقف الفم أوكي اللي احنا نسميها البالت منطقة سقف الفم راح تتكون من أربع من ثلاث أجزاء الجزء الأول راح يسمى اللي معناه تلحافة لثوية المنطقة الموجودة مباشرة بعد الأزنان الأمامية العليا نسميها اللي هي الجزء الأول من البالت اللي هو سقف الفم طبعا هذه المنطقة تقدر تحس بها لما تلفظ صوت التأ راح تشوف مقدمة اللسان تكون باحتكاك مع هذه المنطقة عندنا الجزء الثاني من البالت اللي هو الهاربالت اللي هو سقف الفم الصلب أوكي اللي هو يكون منتصف سقف الفم المنطقة الثانية طبعا وتكون عبارة عن منطقة نسميها باسف منطقة جامدة غير متحركة لأنها منطقة عظمية والجزء الثالث من البالت من سقف الفم اللي هو آخر جزء اللي احنا نسميه السوفت بالت اللي هو سقف الفم اللين أو الطري أو الرخو أوكي أو الاسم الثاني الثانوي منطقة السوفت بالت نسميها الفيلام فهذا الاسم كلش مهم طبعا فهذا عرفنا الفم داخل سقف الفم رح يتكون من ثلاث أجزاء طبعا عندنا بالفم أيضا اللسان أوكي اللسان طبعا يتكون من ثلاث مناطق ما مذكورة طبعا بعدين رح نجي ناخدهم بتفصيل اللي هي المقدمة والبلايد وبعدين عندي بالنسبة كذلك عندي بالفم موجودات يعني الأسنان الأمامية العليا وكذلك يعني عندي أسنان أمامية عليا وسفلة وكذلك عندنا من أعضاء النطق اللي احنا نسميهم اللي هم أعضاء النطق هذول نقصد بهم سميهم articulators والعلم الذي يدرس أعضاء النطق يعني ما اسم هذا العضو وما هي الأصوات اللي ينتجها وكيف يشارك في إنتاج الأصوات باللغة الإنجليزية نسميه articulatory phonatics اللي هو هذا تعريفه قدامه the study of articulators called articulatory phonatics هذا مطلوب طبعا ممكن فراغ صح وخطأ تعريف فإحنا هساش عرفنا عرفنا المنطقة الفيرنكس اللي هي البلعوم جينا بعديا نصنفنا منطقة البالت يعني جينا أول شيء على منطقة الفم اللي يسميها the oral cavity اللي هو التجوي في الأنفوي هالأسماء العلمية مطلوبة بالفم داخل تركيب الفم عندنا سقف سميناه بالت وهذا السقف متكون من ثلاث أجزاء عرفناهم بعدين أخذنا الأسنان الأمامية العليا سميناها upper teeth وعدنا lower teeth كذلك عندنا كذلك من أعضاء النطق اللي هي upper lips الشفة الأمامية العليا وال lower lips الشفة السفلة طبعا هذه منطقة lower teeth هذه المنطقة هذه المنطقة منطقة الأنف نسميها nose أو الاسم الثاني لها نسمي nasal nasal cavity التجويف الأنفوي طبعا هذه هي مجموعة أعضاء النطق المشتركة بإنتاج الأصوات الموجودة فوق الحنجرة فهذا هو عنواننا اللي هو articulatory above the larynx طبعا هذه فقط نظرة عامة بعدين إن شاء الله رح نجي على عضو عضو والناقشة بالتفصيل فرح نجي على منطقة الفيرنكس الجزء الأول الموجود بعد الليرنكس العفو فوق الليرنكس الليرنكس هو الحنجرة الفيرنكس هو البلعوم فالفيرنكس هذا التعريف ما التمطلوب طبعا اللي هو كاتبة إنه هو a tube which begin just above the larynx يعني البلعوم هو tube أنبوب يقع مباشرة فوق الحنجرة طبعا هنا منطيني it's about seven هو عبارة يعني كطول هو يتكون سبع سنتيمترات عند النساء وثمان سنتيمترات عند الرجال هذا بالنسبة للطول وهذا اللي يحدث فارق بالصوت إنه صوت الرجال أعلى من صوت النساء طبعا هذا راح تتكون من جزئين الجزء الأول اللي إحنا الكاتبة اللي هو الجزء الخلفي من منطقة والجزء الثاني اللي هو يعني منطقة البلعوم الفيرنكس تتكون جزئين اللي هي الباكبارت اللي هو آخر جزء أو جزء الخلفي منطقة الأورال كافيتي يعني الفم والجزء بالبداية منطقة النيزل كافيتي يعني الأنف المترجم للقناة